سأتناول بعضا من آيات الكتاب الكريم التي تصب في المجرى نفسه إنها الآية الرابعة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين عملية الإنقلاب على الأعقاب قد حدثت وهذا أمر مفروغ منه الروايات في الكافي وفي صحيح البخاري تتحدث عن أن الصحابة انقلبوا على أعقابهم ومن أن الأمة ارتدت رواياتنا في الكافي واضحة وروايات القوم من مخالفي العترة الطاهرة واضحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم في الأبواب التي تحدثت عن صفة الحوض يوم القيامة فالأحاديث عندهم تقول من أن الصحابة ارتدوا على أدبارهم القهقرة الأحاديث في كتب الشيعة وفي كتب السنة والواقع التأريخي يثبت ذلك والعداء الممتد بين الصحابة والعترة لهو أوضح دليل على ذلك الأحاديث موجودة في كتب الشيعة والسنة الواقع التأريخي الصحابة قتل بعضهم بعضا وكفروا بالدين جملة وتفصيلا وأما العداء مع العترة الطاهرة فهذا أمر واضح وواضح جدا الحقائق بينة الحقائق بينة الآية لماذا قالت أفإن مات أو قتل أفإن مات فإن الموت مكتوب على الجميع ولكن الآية ذكرت القتل في نهاية المطاف أفإن مات أو قتل هناك احتمال القتل علينا أن نبحث عن هذا فإن الآية لم تتحدث عن الموت فقط ذكرت الموت ثم ذكرت القتل وجعلت ذكر القتل متأخرا فعلينا أن نبحث عن الحقيقة النبي تعرض للعديد من محاولات القتل وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع فإن النبي كان اليهود وغيرهم يحاولون قتل أمه حينما كان جنينا في بطنها وحاولوا قتله حينما كانه صغيرا النبي تعرض لمحاولات قتل كثيرة جدا لذا فإن احتمال القتل يساوي احتمال الموت من هنا قالت الآية أفإن مات أو قتل على سبيل المثال الآية الثلاثون بعد البسملة من سورة الأنفال تحدثت عن قريش وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مكر الله كان في الهجرة إلى المدينة هذا هو مكر الله مكر الله في الآية هنا في الهجرة إلى المدينة أما هم ماذا كانوا يريدون أن يفعلوا في مكرهم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ليثبتوك ليجعلوك في حبس حتى تموت هذا أحد الإقتراحات عند قريش أن يأخذ النبي ويضعوه في حبس تحت سلطتهم تحت نظرهم ويترك في هذا الحبس حتى يموت ولا يجعلون أحدا يستطيع أن يتصل به هذا هو معنى ليثبتوك هذا خيار من الخيارات الخيار الآخر أو يقتلوك والخيار الثالث أو يخرجوك ولكنهم بعد ذلك اتفقوا على قتله بعد أن تجسد لهم إبليس إنه إبليس الأبالسة في صورة ذلك الشيخ النجدي واقترح عليهم الإقتراح الأخير واتفقوا على قتله على قتل رسول الله إنها ليلة مبيت أمير المؤمنين في فراش النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التفاصيل كثيرة فمحاولات قتل رسول الله تحدث القرآن عنها هذه محاولة من قريش هناك محاولة من الصحابة لقد حاول الصحابة لعنة الله عليهم أن يقتلوا رسول الله نذهب إلى سورة التوبة إنها الآية الثالثة والسبعون والتي بعدها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم هؤلاء هم الصحابة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر هذا هو الكفر ببيعة الغدير ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلى آخر الآية سأقرأ عليكم ما جاء في أحاديثنا الشريفة إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي ردوان الله تعالى عليه إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والسبعين بعد المائتين الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال نزل نزل هذا القول نزل في الذين تحالفوا في الكعبة مجموعة من الصحابة كتبوا كتبوا الصحيفة المشؤومة نزل في الذين تحالفوا لم يحضر لم يحضر اجتماعهم أحد من بني هاشم لماذا لم يطرح اسم أحد من بني هاشم ضمن المرشحين لماذا بعد أن استتبأ الأمر لهم واتفقوا فيما بينهم من المهاجرين والأنصار رجعوا إلى مسجد النبي هذه الأسئلة تجيب على نفسها بنفسها هذا هو برنامج مخطط سمموا رسول الله استعانوا بزوجتي رسول الله التي ذكرتا في سورة التحريم وصرح عمر بحسب البخاري بأسمائهما لابن عباس ولكن بعد زمن بعيد وبعد أن حرفوا معاني الآيات وأحرقوا المصاحف التي كتب فيها التفسير والحكاية طويلة مفصلة وأحرقوا أحاديث النبي ومنع عمر الصحابة أن يحدثوا بأحاديث رسول الله التأريخ الأسود لسقيفة بني ساعد قال لابن عباس من أن المرأتين هما عائشة وحفصة كما قرأت عليكم من صحيح البخاري قبل قليل فهذا القول أي قول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم نزل في الذين تحالفوا في الكعبة ألا يرد هذا الأمر في بني هاشم فهي كلمة الكفر إنه الكفر ببيعة الغدير من هم بني هاشم المراد من بني هاشم هنا علي الذي بايعوه في بيعة الغدير فهي كلمة الكفر ثم قعدوا لرسول الله في العقبة هذه المحاولة الثانية هناك محاولة لقتل رسول الله حينما عاد من تبوك ولكن الإمام يتحدث عن محاولة قتل رسول الله بعد بيعة الغدير الإمام هنا يتحدث عن محاولة الصحابة أن يقتلوا رسول الله بعد بيعة الغدير ثم قعدوا لرسول الله في العقبة وهموا بقتله وهو قوله وهموا بما لم ينالوا لأنهم فشلوا هذا هو الذي جاء في سورة التوبة في الآية الثالثة والسبعين والتي بعدها دققوا النظر في هاتين الآيتين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلى آخر الآية سأذكر لكم كل التفاصيل ولكن أصبروا علي فإن الموضوع معقد وبحاجة إلى تفصيل القول فيه شيئا فشيئا أقرأ عليكم من تفسير القمي أيضا الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في صفحة نفسها لما أقام رسول الله أمير المؤمنين يوم غدير خم كان بحذائه يحاذيه كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم فلان وفلان هذا التعبير نحن نعرفه في أحاديث أهل البيت فلان وفلان يعني أبا بكر وعمر كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم فلان وفلان وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة ابن شعبة قال الثاني الثاني هو عمر قال الثاني أما ترون عينيه يتحدث عن عيني النبي أما ترون عينيه كأنهما عين مجنون يعني النبي الساعة يقوم ويقول قال لي ربي فلما قام قال أيها الناس لما قام رسول الله إنه يستهزع برسول الله يقول لهم إن عينيه عين مجنون سيقوم خاطبا في الناس ويقول بأن الله قد قال له فلما قام رسول الله قال أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم قالوا الله ورسوله قال اللهم فاشهد ثم قال ألا من كنت مولاه فعلي مولاه وسلموا عليه بإمرة المؤمنين فنزل جبرئيل وأعلم رسول الله بمقالة القوم فدعاهم وسألهم فأنكروا وحلفوا فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى أن تقول الآية وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا هَمُّوا بِقَتْلِ رسول الله بعد بيعة الغدير في العقبة اجمعوا بين هذه الحقائق ولا تنسوا رزية الخميس فإن رزية الخميس تكشف لنا عن الحقيقة المدبرة واجمعوا بينها وبين ما جرى في سقيفة بني ساعد وأضيفوا إليها الذي جرى على بيت علي وفاطمة اجمعوا هذه الحقائق اجمعوها وكل هذا مذكور في كتب السنة يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة كي تطلعوا على مصادر الجريمة الكبرى حينما قتلوا الزهراء فاطمة صلوات الله عليها اجمعوا بين هذه الحقائق بين رزية الخميس وكيف قالوا وماذا قالوا وكيف طردهم رسول الله مع الذي جرى في سقيفة بني ساعد مع الذي جرى على بيت علي وفاطمة مع عدائهم مع العترة الطاهرة وبقي العداء موجودا على طول الخط توارثه الأمويون وبعد ذلك العباسيون على المنهج نفسه على منهج أبي بكر وعمر وإلى يومنا هذا وإلى يومنا هذا المذاهب العباسية على نفس هذا الطريق ولكن في كل زمان بحسبه اجمعوا بين هذه المعطيات وبين ما جاء مذكورا في الكتاب الكريم هذه الرواية مهمة جدا أقرأها عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان لبنان في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة إنه الحديث الثاني بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل هذه هي الآية السابعة بعد البسملة من سورة المجادلة وقد تسمى المجادلة سورة المجادلة أو أنها المجادلة إنها الآية السابعة بعد البسملة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علي أبو بصير يحدثنا عن إمامنا الصادق بخصوص هذه الآية إمامنا الصادق يقول نزلت هذه الآية في فلان وفلان في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة ابن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا هذه الصحيفة المشؤومة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية قال قلت قوله عز وجل إنها الآية التاسعة والسبعون والتي بعدها بعد البسملة من سورة الزخرف أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم أبرموا أمرا إنه البرنامج الذي اتفقوا عليه في تدمير مشروع الغدير وهذا هو الذي حدث لماذا حدث ذلك لأن الأمة تستحق هذا لو كانت الأمة تستحق أن يكون علي خليفة من بعد رسول الله لم استطاع هؤلاء أن يفعلوا ما فعلوا لكن الأمة لم تكن مستحقة لذلك فجرى الذي جرى ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أمير المؤمنين بالذي سيجري وقال له إن وجدت أنصارا فقاتلهم وإن لم تجد أنصارا فالزم الصمت فاسكت لا تحرك شيئا وهذا أدل دليل على أن الأمة لا تستحق أن يكون علي رأسا لها وإنما أولئك الأعراب الذين أنتجتهم سقيفة الشؤم سقيفة بني ساعد نزلت هذه الآية ما يكون من نجوة ثلاثة نزلت في هؤلاء القوم إلى أن سأل أبو بصير عن قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون إلى آخر ما جاء في الآية التي بعدها قال الإمام الصادق وهاتان الآية نزلت فيهم ذلك اليوم في هذه المجموعة التي قرأت أسماءهم وهاتان الآية نزلت الآية من سورة الزخرف التاسعة والسبعون بعد البسملة والتي بعدها وهاتان الآية نزلت فيهم ذلك اليوم قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أبا بصير لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا 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 يوم الحسين يوم الحسين يوم الحسين وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين فهذا اليوم كيوم الصحيفة لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا إلا يوم قتل الحسين لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إنه اليوم الذي كتبت فيه الصحيفة ليس هناك في أيام المسلمين من يوم بذلك السوء كاليوم الذي كتبت فيه الصحيفة من قبل هؤلاء الصحابة ولذا فإن الإمام الصادق يقول هذا لأبي بصير لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين وهكذا كان هذا كلام إمامنا الصادق وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم فقد كان ذلك كله لقد تحقق هذا الأمر كتب الكتاب وقتل الحسين وللحديث صلة لكنني أتمنى عليكم أن تتابعوا إعادة الحلقة لأن كثيرا من المطالب قد ذكرتها في هذه الحلقة ويتحتاج إلى تتبع وتدبر كي تتضح الصورة الكاملة جلية بين أيديكم من المطالب المطالب المطالب